وحول الأزمة في السودان أشاد وزير الخارجية سامح شكري بأداء الجامعة العربية في التعامل مع الأزمة السودانية عبر عدة جلسات وضعت إطارا عربيا لضمان وحدة وسلامة السودان واستقلاله ومنع التدخل في شؤونه لقد تفعلت الجامعة الدول العربية بالكفاءة والسرعة المطلوبين مع الأزمة السودانية التي اندلعت في شهر إبريل الماضي فتم عقد اجتماع للمندوبين الدائمين بعد 30 ساعة فقط من اندلاع الأزمة يوم 16 إبريل 2023 تلا اجتماع تحضيري يوم الأول من مايو 2023 أعقبه أعمال الدورة الوزرية غير العادية يوم 7 مايو 2023 والتي صدر عنها قرار إنشاء مجموعة اتصال عربية تختص بالأزمة ووضعت إطارا لألية عمل عربية للتعامل معها على نحو يسمح بتنسيق هدنا لضمان وحدة وسلامة السودان واستقلاله ترجمة نانسي قنقر